موجة كورونا ثالثة رفعت نسبة الإشغال في غرف العناية الحثيثة في بعض محافظات المملكة حيث أخذ إقليم الشمال حصة الأسد منها في حين كانت العقبة الأقل إشغالاً نظراً للعدد الكبير من متلقي اللقاح ارتفاعات متتالية تسجلها أرقام المصابين بكورونا بعد دخول الأردن في الموجة الوبائية الثالثة بحسب تصريحات حكومية في إقليم الشمال وصلت نسبة إشغال العناية الحثيثة إلى 51% وهي النسبة الأعلى مقارنة بإقليمي الوسط والجنوب يضم 48 سرير ICU و252 سرير عزل نستطيع استقبال 48 سرير وفعنا نسبة الجاهزية بالنسبة لموضوع الكوادر وبالنسبة لموضوع الأطباء هنا في مستشفى عمان الميداني تزايد في حالات الإدخال حيث وصل عدد حالات المرضى إلى 150 تحت العلاج حيث أكد مدير المستشفى على أنه تم تزويد المستشفى بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة حالياً 150 من 400 سرير العناية الحثيثة تتسع إلى 84 سرير جزء الأكبر من الإدخالات يتراوح العمار فوق 50 سنة وفي مستشفى الشيخ محمد بن زايد العقبة الميداني لا تتجاوز نسبة الإشغال 10% حيث أن العقبة تعد من أقل المحافظات تسجيلاً للإصابات نظراً للإقبال الكبير على تلقي لقاحات كورونا المستشفى يسع إلى 216 سرير منهم 56 سرير لحالات الأي سيو وعناها المركزة ومنهم تقريباً 48 سرير لتنفس الاصطناعي أخذ المطاعم والالتزام بالإجراءات الوقائية إجراء يبعدنا ومن نحب عن هذه الغرفة خاصة في ازدياد المتحورات لهذا الوباء وآخرها إيموكرون ترجمة نانسي قنقر